اهلا بكم في موجز الرابعة شنت مدفعية تابعة لميليشيات الكرامة الخميس قصف مدفعيا عنينس فان استهدف احياء البلاد والمغار وسط مدينة درنة وقال مصدر المحلي من المدينة ان القصف اوقع قتلى وجرحة من المدينة بينهم طفل وامه باضافة الى اضرار مادية كبيرة بالمنازل والمحال التجارية مشيرا الى اعداد من الجرحى لقو حدفهم لاتيجة اغلاق المستشفى الوحيد بالمدينة واكد المصدر تواصل الاشباكات المسلحة بين ميليشيات الكرامة وقوة حماية درنة في شارع البحر والمغار والفنار وسط المدينة وكذا رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المصري في مرسلة الله الخميس لرئيس البرلمان المنحل العقيل صالح على ترأسه لوفد مشكل من 30 عضوا عن كل الدوائر الانتخابية لزيارة مدينة طبرق وذلك بغيت الوصول لتوافقات وحلول عملية ناجحة المصري اضاف انه على ثقة كاملة بان هذا اللقاء المزمع سيكون اكتر نجاحا من سابقاته في تقريب وجهة النظر بين مجلس الدولة والنواب المنحل بحسب وصفه وكان رئيس المجلس الاعلى للدولة قد قال ان حفتر الموليه يقاتلون خصوما سياسيين بدعاوى وجود الارهاب في ليبيا المصري اضاف في لقاء على قناة الجزيرة ان تدخل اطراف اقيمية في ليبيا ساعد في توتر الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري وكذا ان الاعتداء العسكري في ليبيا ممنوعا بموجب قرار مجلس الامن 2259 قال قام جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية فرع طرابلس بنقل عددا من المهاجرين المغاربة الى بلدهم عبر مطار معثيذ الدولي المهاجرين البالغ عددهم 15 مهاجرا نقلوا الى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضة على متن طائرة الخطوط الجوية الليبية صباح الخميس من جهتها قد جهاز مكافحة الهجرة غير شرعية فرع طرابلس انه سيستمر في ارجاع كافة المهاجرين الى المغرب نهاية الموجة زينا اللقاء اشتركوا في القناة